موسيقى مساء الخير لجميع المتابعين والمشاهدين نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية منطقة العرب نهار اليوم سابتها جواء غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة في المنطقة الشرقية الشمالية الشرقية حفر الباطن أجزاء من شرق القسيم وأجزاء من منطقة الرياض وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية هذه الأحوال الجوية غير مستقرية ناتجة عن وجود كميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية مع تواجد لبعض المنخفضات في طبقات الجو العالية في المنطقة الشمالية الشرقية تعمل على نشوء هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة نستعرض الآن وإياكم خرائط أو سؤال الأحوال الصناعية منطقة خلال ساعة صباح اليوم كما ذكرنا هناك أحوال جوية غير مستقرة في منطقة حفر الباطن والمنطقة الشرقية هي ناتجة عن تمركز لمنخفة جوي علوي فوق الأراضي العراقية يقترب تدرجية من شمال شرق المملكة وأيضا من جنوب العراق والكويت وشمال شرق منطقة الخليج العربية يعمل على نشوء هذه الغيوم الركامية الرعدية بالمقابل أيضا شهدت المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة شملت أيضا مناطق الساحلية وأيضا جزيرة فرسان فيما كانت الأجواء مستقرة في باقي المناطق وانتشرت كميات من الغيوم العالية في منطقة الشمالية عبارة غيوم عالية بدون فعالية أتحدث الآن أكثر حول الأمطار والمناطق المشمولة بالأمطار بهذه الخرائط المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء يوم الأحد شهدت كما ذكرنا المنطقة الشمالية الشرقية أحوال جوية غير مستقرة زخات رعدي من الأمطار هطلت في منطقة حفر الباطن الشرقية أجزاء من منطقة الرياض وشرق منطقة القصيم وأيضا عموم المنطقة الجنوبية الغربية تستمر فرصة خطوة زخات الأمطار في المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة خلال ساعة ليلة الأحد على الاثنين وأيضا في المنطقة الجنوبية الغربية يوم الاثنين بإنه خلال ساعة النهار تميل أجوال الاستقرار أكثر هنا في المنطقة الشرقية لكن تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية فيما يكون الطقس مستقر في باقي المناطق يوم الثلاثة هناك تراجع إضافي في حالة عدم استقرار الجوي مع امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العالية فوق الجزيرة العربية مع استمرار فرص طول زخات الأمطار الرهدية في أقصى جنوب غرب المملكة يوم الأربعة أيضا تشمل الأمطار المنطقة الجنوبية الغربية فيما يكون الطقس مستقر في باقي المناطق لكن حار إلى شديد الحرارة في هذه الأماكن نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقع تجوية لفترة السحور حيث تكون الأجواء صافية مع 22 درجة مئوية الملموسة 21 الرطوبة منخفضة والريح خفيفة وبالتالي الصحور في الخارج سيكون ممتاز التوقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض يوم الاثنين تفرق لبعض الغيوم العالية بدون فعالية 36 إلى 22 درجة مئوية نفس الأجواء تقريبا يوم الثلاثة ونفس الحرارات مع ارتفاعها خلال ساعة الليل تترجل 24 درجة مئوية لكن يوم الأربعة هناك ارتفاع إضافي على درجات الحرارة تكون حول 38 درجة مئوية كحرارة العلمة أما الصغرى 24 درجة مئوية كان هذا كل ما لداني لحد الآن شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر